سباح الخير كثير من الأمهات ممكن تعاني من عصبية طفلة المفرطة يلي ممكن تكون غير مفهومة في بعض الأحيان يلي بتخليهم يعملوا شغلات بالدنياها مقابل أن يخففوا عصبية طبعاً هذا الشيء ممكن مع المستقبل يسبب كثير من المتاعب والمشاكل الصحية ويؤدي لأمراض وشغلات نفسية للطفل تماماً يا أمالي لهيك اليوم خصصنا فقارتنا لحتى نحكي بشكل مفصل عن أسباب عصبية الطفل وكيف يتعامل الأهل معه بالإضافة أكيد لحديثنا عن كيف ممكن نبني طفل ناجح بعيداً عن أي شيء ممكن يسبب له تعب نفسي كل هالتفاصيل سنعرفها معضة يفتنا اللي سارت معنا بالستوديو ديانا ألعب ضلاء الاختصاصية التربوية يسعد صباحك صباح الخير أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك بداية نحنا كنا عم نحكي عن الطفل العصبي كثير غريبة حالة طفل وعصبي بنفس الوقت ليش لحتى يعصب هذا الطفل لحتى يحصل على حاجته اللي هو بده ياها أياً كانت هلا هي أسباب العصبية للأطفال هي بتكون كبيرة وإلى أسباب متعددة بس نحنا بنركز أكتر شي على مبدأ المحاكاة الطفل لما بيعصب بدي شوف أولاً يعني رقم واحد الأهل بدون يكونوا عصبية لما بيشوف الأب عصبي والأب رقم واحد يعني منقول نحنا هو المسؤول عن تربية الأطفال من ناحية السلوكية يعني دائماً بيقلد الأطفال بتقلد الأرب مول أم يعني الأب درجة ثانية بعدين الأسرة كاكم لكاكل درجة ثالثة هي أسباب العصبية منقول نحنا الأهل وعصبية الأهل الثاني شي نحنا بيكون الطفل عنده لحاله اسلوب لحتى يخلينا نستجيب له فبيعصب ممكن ينبحث على الأرض ممكن يصرخ ممكن يبكي ممكن لحتى يفرض علينا نحنا شي نحنا لما بنستجيب لهذا التلابات يعني حين نقول للطفل إنّه إعصب هذا الاسلوب نحنا نعجح معنا رح نريد عليك كمان فنا نقول من أسباب عصبية الأطفال لما بيكونوا بعرفوا مشاعره كتير مهم إنّه نحنا نعلم الطفل يعبر عن مشاعره يعني إيمة بيكون الطفل فرحان إيمة بيكون الطفل زعلان إيمة بيكون قلق إيمة بيكون متوتر هذه المشاعر كتير مهمة إنّه التفل يعرف يعني يعبر عننا من المشاكل العصبية كمان بيكون عنده طاقات جسدية الطفل عندنا نحنا عنده طاقات كتير كبيرة اسمه طاقات جسدية هاي بديوا يعبر عنها لما نحنا منحجزه بيت أو ما منطالعه لبرة ما منطالعه على الحديقة ما منطالعه على شي كيف بيفرغ طاقاته الجسدية الكبيرة عن طريق العصبية فنحنا لما منأمل له طرق وأطر ليفرغ هاي الطاقات الجسدية نحنا منكون حاولنا أنه نضبط انفعاله للطفل ونحاول نضبط أكتر شيء من عصبيته ما منترك الطفل هلأ في بعض الأهالي ممكن يفكروا أنه نحن منقول لهم يتركوا الطفل ويروحوا على السمارتفون أو البلاي ستيشن أو يتفرج على التلفزيون لا هي بتأدي لأطياف أمراض نفسية وأطياف توحد حتى الطيف التوحد يأتي من الفيديو من الأنترنت من اليوتيوب من أسباب العصبية ما منخليه عبر عن رأيه يعني مجرد أنه نحن ما عنا حوار ما منفتح حوار مع الطفل هلأ الحوار كتير نحن بيساعدنا لنفهم الطفل شو بده وما بنا نعمل سلطين على الطفل أنه نحن رأينا هو الصح لأ خليني أنا أخذ وأعطي مع الطفل أعلموا في شيء اسمه بالحياة التفاهم في شيء اسمه أنه أنا ممكن أكون صحة وأنتي ممكن تكون صح لما بيسمعيك الطفل أنك أنت عم تسمعي عن آراءه شو في داخله وعم تفهني مشاعره بس نحن فتتتفقوا معي أنه الطفل محتال مرات يعني بيعمل هيك للفة النظر لا أكتر صح ولا لا؟ طمعاً طمعاً للفة النظر هاي الأشياء كلها للفة النظر لأنه للفة النظر والحصول على الأشياء اللي هو بدوها في حال أهل ما قدروا يناولوا البدوية طيب خلينا نتفق نحن وياكي أنه كثير من الأشخاص اللي عم يحضرونا اليوم عم تقول طيب أنا ابني عصبي كيف يتعامل معه شو لازم أعمل؟ هلا بدي ما على قانون التركيز نمشي بدنا نحن نترك الأشياء الطبيعية تصير يعني يتركوا يعييت؟ لا منتجاهلوا ما منناقشوا بوقت العصبية يعني لما بيكون بحالة العصبية بيكون الصريخ بحالة اللاوعي لما بيكون اللاوعي مهما حكيت مهما دخلت معه بحوارهو ما رح يسمعيك الحوار هون ما نناجح فأنا بتركه ليخلص نوبة الغضب طبعه وبيفتح الحوار معه وبيقوله أنت شو سبب عصبيتك ليش ما رديت عليه وأنا هون شو بدي فكرة وصل للطفل هتوصل بي لما بدي بنتقل من مرحلة اللاوعي إلى مرحلة الواعي كمان في شغلة إنه لما الطفل نحن ما بيشوفنا نحن عصبيين وهاديين وما استجبنا لهي العصبية طبعه سيعرف إنه هو تصرف سلوك نحن مجبرنا على شيء ما ضغط علينا ما مارس ضغوطاته أبدا علينا فهي نحن هون منكم يعني مو مثل المثال والقول الشائع إنه تركي ابنك يصرخ ويبكي اليوم بيبكي ساعتين بكرة ساعة بعد بكرة ثلاث ساعات خلاص بعدين بينسا بينسا بس نحنا بدنا نحاور الطفل بدنا نلغي أسباب نحنا لما نشوف أسباب العصبية ومنعالجها كل سبب لحاله نحنا رح نصل لطفل هادئ متوازن لا نواجهة العصبية بعصبية ولا نواجهة الصراخ بصراخ أبدا أبدا هلأ تجارب الأبحاث الأخصائيين التربويين لألبيرت باندراغ جاب 72 طفل قسمهم لمجموعات كل مجموعة 24 وحط ذكوره إناس بكل مجموعة وجاب من خارج المجموعة ودومة نفس الدومة يعني دخل على المجموعة الأولى طفل متوازن المجموعة الثانية طفل عدواني بيضرب وبيعصب وبيصرخ وطفل الثالث ما بيعمل شي بيتجاهلون لهذه الأشياء كلياتهم فشافوا أنه الأطفال كل قاعة دخل عليها عم يحاول يقلد الكبير فالأطفال بيتعلموا بمبدأ المحاكاة بأعينهم مو بأدانون يعني شو بيشوفونا نحنا بنشتغل الأطفال اللي بيشتغلوه طبعاً أكيد طب قدينا نحنا اليوم ضروري كتير ولازم لما أي طفل من أطفالنا يعمل أي إنجاز بحياته سواء كان صغير بالنسبة لألنا بس هو كبير بالنسبة لهذا الطفل نحنا لازم نشجعه ندعمه نقول له برافو عليك هاي خانون التركيز نحنا حابين نسمع منك هذا الحكي إنه قدي هذا الحكي جد مهم للطفل ولأهله كمان كتير مهم المكافآت المكافآت بشرط ما تكون مشروطة يعني ما تجي مكافآت عبي شكل رشوة المكافآت لازم تكون إذا عملت هيك أنا بأطيك أيوة وفيه بند لما مثلاً هو بدي يروح مشوار أنا ما خليته وما سمحت له يروح هالمشوار وهو ما عصب أنا هون بدي إسني علي ماما شكراً لأنك ما عصبت إليك مكافآ لأنك ما عصبت بهذه النقطة لأنه هو بالعادي يعصب بهذه النقطة إنه أنا هون بدي يكافؤه لأنه ما عصب بدي إتجاه التصرف أو السلوك اللي بيخليه عصب مشان أنا ما ركزه دائماً أنا قانون التركيزي بيمشي عليه الطفل الشي السلوك السلبي خليني إنسا العصبية إنساها ما ركز عليها ركزها على الشغلات الإيجابية فقط وما إذكر العصبية مشان أنا نسيها بشكل تدريجي العصب تماماً طيب خلينا نحكي عن الأخطائية اللي ممكن بيرتكبوها الأهل بتعزيز هاي العصبية والصراخ ومنحاول نفكر حالنا نحن عم نجتهد شي شخصي ونحاول نخفف منا ولكن نحن عم نشعله ونزيده أكتر أولاً تلبية رغبات الطفل شو ما قالنا مشان ما أسمع صوته أيوة مشان ما أسمع صوته حاضر 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 بدي الموبايل بعطيه الموبايل أي شي يعني تاني شي بدنا نحن نأشبع رغباته نأشبع طاقاته نتبع بالبيت أنشطة بتنمي زكاءه وبتنمي روابط الاجتماعية بين الأسرة بيننا نحن كأسرة كمان هاي شغلة كتير مهمة وشو قلتي لي كمان مشان الأخطاء اللي ممكن بتعزز الأخطاء اللي بتعزز عصبية الطفل لأنه أنا بدي لبي رغباته مثل ما حكيت بقطع الحوار بعامله بالصراخ بقلله بناديه بسلطات الفاشل غباء أسماء الحيوانات الحرمان بيفيد عفوا الحرمان بيفيد أن أحرمه الأشياء اللي بيحبه هلأ هي من أسلوب العقوبات أنا بلا ما بدي نختار نوع من العقوبات ويكون هو متناسب مع سنه متناسب مع عمره لكل عمر لطفل فيه نوع من العقوبات بعيداً عن الصراخ بعيداً عن الضرب بشكل نهائي أكيد بس بناء الشخصية المتزنة هي الثقة بالنفس الثقة بالنفس هي مكتسبة من تربية الأهل الصحيحة لما أنا بربي بنتي أنه هي ما لبي حاجتهم مثل حدا كوني أنتي بعزز له ثقته بنفسه أي شيء بتعمله برافو ماما أنتي اللي عملتي ما حدا بيقدر يعمله اليوم قدي مهم عن جد يكون عندي طفل متزن واثك من نفسه مية بالمية الثقة بالنفس هي نما أنا بدي عزز عندي الطفل قيم ومبادئ هناك شيء كثير مهم أنه نحن خلينا نعرف أنه لكل أسرة لازم يكون فيه مبادئ وقوانين لازم نمشي عليها الطفل الفاشل لما ما نتركه بأسرة ما فيها قوانين نتركه للفوضى نتركه لعدم الالتزام لما نحن منعلم الطفل الالتزام ومنعلم الطفل القوانين ومبادئ الحياة ومنربيه على هالشي نحن منخلق طفل واسق من نفسه حتى لما نحن مثلا ممكن أنت فكرتك تكون عن نجاح غير فكرتي أنا خلينا نقول نحن نحن لننجح بتربية أطفالنا ويطلعوا أطفالنا واسقين من حالهم نتفع على شغلة أنه النجاح عبارة مطاطية يعني أنت النجاح عندك غير النجاح بس خلينا نحط شغلات رئيسية للأهل هاي جماعة هاي للأهل أنه نحن للطفل نركز يكون ابني عنده إرادة عنده رؤية عنده تخطيط عنده هدف أنه يسعى له عنده يعني يبتكر حلول يعني من تجربتي الشخصية هلأ نباري حكي أنت بالحديث بنتي صغيرة عم إلا أنه وضايت وموضايت أنا عم حاول ماني عم بنحف فشو قالت لي بنتي قالت لي ماما إذا ما نحفتي وما استجبتي للضعف حبي حالك مثل ما أنت فعطتني حل ممكن يعني هك هذا الحل تعطاني رضا فأنا كنت فخورة فيها أنه مشت معي وعطتني حلول ناسبة يعني عمرة يعني عمرة عشر سنوات عم تقل لي حبي حالك ممكن أدبي أو ناد صغار عندهم عقلي المبادئ كتير منهم فنحنا في عنا شي اسمه ساعة ذهبية يعني مثل ما نقول أور أوف باور يعني هاي الساعة اللي نعطي فيها قوة للطفل حوارنا معه ومسائي شو عملنا شو المشاكل اللي واجهتنا شو حليناها شو الطريقة برأيك ما بنا نعمل نحنا على أولادنا أنه صلق أفوان صلاطين أنه ما منقدر نتحاور معهم لا لازم صادقهم نعملنا رفقاتنا نحاورهم يمكانية لغة الحوار هي طريقة جديدة في التربية تماماً والدفء الأسري نحنا متخطى كثير هاي الحوار والدفء الأسري اللي عم نحكي عنه متخطى كل هاي المشاكل اللي عم نحكي عنا تماماً طيب خلينا نحكي هيك شوي عن بعض التفاصيل اللي ممكن نحنا كأهل نقوم فيها نسبب لأطفالنا بعض المشاكل النفسية الانهزاز يعني بما يكون في عنده ثقة بالنفس دائماً بحس حاله هو أدنى من الموجودين هل ممكن أنا كأم عبا تصرف بعض التصرفات ما عم بعطي هاي ثقة بحال أني أنا عساس عم ربي ولكن أنا عم هزو هلا في أطفال كتير بيربوا ببيئة فيا لوم فيا شتيمة فيا المنادات بأسماء الحيوانات أحياناً يعني هذا اللوم ما بنا نكون نقاد لأطفالنا بدنا نكون نمازج جماعة خلونا نكون نمازج قدوات وليس نقاد ضباط أو عناصر شرطة نفرض عليهم بس غرامات أو منحط قوانين وعقوبات أقوى المحاكم فيها هاي القوانين نخلي الأمور بسيطة بيننا وبين الأهل لما بيكون نحنا هاي السلاسة هذا الدفء هذا الحب هذا الأخذ والعطى السهرات مشاهدة الفيلم الوسائقي على التلفزيون كتير بنعطي طاقة دفع لأطفالنا نبعدون عن الأمراض النفسية نحنا بعيشين بحياة هي اللي عم تسيطر علينا مو نحنا في عم تسيطر عليها أو عم تتبدل بشكل متكرر هاي الحياة الفنا نكون ما نكون ضعفة نكون أقوية صحيح ما نعلم الطفل يزعل على أي شغلة والله انجرحت والله أنا حساسيتي انهزيت انكسرت ضعفت نتمنى نتمنى نحن نقدر نطلع جيل جديد قوي متزن وواثق من نفسه بعيدا عن العصبية والتعب النفسي شكرا كتير لإلك شكرا لوجودك معنا ترجمة نانتقابا